على هامش المشاورات التي تديرها الأمم المتحدة في الحديدة بين الحكومة وميليشيا الحوثي يتذور ملايين اليمنيين من الجوع ويعاني بعضهم من سوء التغذية بينما يعجز أغلبهم على الحصول على العلاج التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشيون الإنسانية في اليمن أكد بأن عشرة ملايين يمني من أصل 28 يعانون من الجوع الشديد وقال التقرير بأن اليمنيين أضحوا عرضة للمجاعة منذ سنوات لكن خطر المجاعة يتزايد حالياً بشكل مفجع ووفق التقرير الذي رصد الوضع الإنساني خلال ينائر الماضي فإن 230 مديرية يمنية من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة بحسب التقرير الأممي فإن أكثر من 7 ملايين يمني بحاجة ماسة للعلاج العاجل خصوصاً علاج سوء التغذية الحاد الذي أصب ما يفوق الثلاثة ملايين شخص في ظل وضع صحي متدهور وكارثي الأمم المتحدة تكتفي كما تبين إحصاتها بالتحذير من الوضع الإنساني المتدهور وتقديم حصص غذائية وقسائم سلع أساسية في وقت تتسبب فيه المواجهات المستمرة بنزوح الآلاف وتوسع رقعة المجاعة رغم الجهود الخاصة التي توليها الأمم المتحدة لدعم المشاورات بين الحكومة وميليشيا الحوثي